متابعي قناة شاهد فيديو اليكم الظهور الاول لابن الفنانة صيبة مبارك والراحل شوئي المجري في جنازة والده لا تنسوا ان تبدو رأيكم ومشاركتنا بالضغط على زر لايك واشتراك منذ وقت طويل لم تنشر الفنانة صيبة مبارك اي صورة لها برفقة ابنها الوحيد عمار وابن المخرج الراحل شوئي المجري وبالامس ظهرت صورة له وهو في جنازة والده وكأنه يبدو رجلا لايكم زهور عمار في جنازة والده احدث زهور لابن الفنانة صيبة مبارك وشوئي المجري الفنانة صيبة مبارك من مولد عشر ابريل سنة ستة وسبعين وهي ممثلة اردنية ولدت في السعودية ويعود اصلها الى عنجرة في محافظة عجلون شمال الاردن ووالدها اردني ايضا اما والدتها فهي الفنانة الفلسطينية حنان الاغا تزوجت من المخرج التونسي شوئي المجري وانجب عام 2004 ابنا وحيدا وصمي عمار ثم انفصل بعد ذلك كثير من المصريين يعتبرون سبا مبارك يا فنانة مصرية ولكن بالعكس هي فنانة وابنها عمر حاصل على الجنسية التونسية اما هي فهي اردنية ومن امة فلسطينية لما سألوها سبا مبارك لماذا تم اطلاق جوبت في كلمتين وقالت اطلاق عامل زي الموت غالبا يسيب وجع وقلم وعذاب لكن احيانا بيكون نهاية العذاب اكبر في اترا تم التقاط عدد من الصور الفنانة الاردنية سبا مبارك مع تلقها المخرج الشوئي المجري يدى البعض ان هذه الصور التقطت خلال فعاليات مهرجون كارتاج السينمائي الدولي في تونس والتي كانت تجري خلال الاسابيع الماضية قال الكثير هل رجعت سبا مبارك لزوجها ووالد ابنها الوحيد عمر ام ان هناك علاقة صداقة لازلت تربط بينهما واشارت سبا مبارك مع الاعلامية مونة الشازلين تربطها وبينها وبينها تلقها علاقة صداقة ليس اكثر من ذلك وقالت ان ابنها اغلى ما لديها في الدنيا لذلك لا تفكر ايضا في الارتباط العاطفي وقالت سبا مبارك انها تشعر بالفخر لكونها مواطنة عربية ووالدها اردني واميها فلسطينية وانها تحمل الجنسية التونسية واخيرا زهر عمر نجلي الفننة سبا مبارك والمخرج شوئي المجري في جنازة المخرج التونسي الذي رحل عن علامنا الخاميس الماضي وكان المخرج التونسي شوئي المجري الذي كان متزوجا من الفننة سبا مبارك قد توفى الخاميس الماضي باحد مستشفيات القاهرة عن عمر سبعة وخمسين عام ولم تنشر سبا مبارك اي صورة لها برفقة ابنها الوحيد عمر منذ فترة طويلة الى ان عمر ظهر في جنازة والده المخرج التونسي شوئي المجري حيث اصبح نجلي سبا مبارك الان شابنا برفقة منزر رحانة صديق المخرج الراحل ثم سبا فقط قامت بنشر صورة سوداء عبر حسابها بموقع الاستجرام حيث اكتفت بالحداد على طريقها الراحل شوئي المجري الذي قدم اعمالا في دول عربية مختلفة مثل مصر وسوريا والاردن شوئي المجري